تساعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب النزاع بين تركيا واليونان على أحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي ملامح هذا النزاع بدت جلية خلال الساعات الأخيرة وأكدتها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أعرب من قبرص التي يزورها عن قلق بلاده الشديد حيال التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط داعيا للتوصل دبلوماسيا وسلميا إلى حل دبلوماسي ينهي الخلافات بين البلدين وعلى رأسها قضايا الأمن ومصادر الطاقة تصريحات رأس الدبلوماسية الأمريكية تزامنت مع تناقل وسائل الإعلام التركية أخبارا تتعلق بإصدار القوات البحرية إختارا بحريا لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية شرق المتوسط كذلك مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقف إلى جانب اليونان من مشكلات عديدة سيواجهها في حال مواصلته التدخل في أزمة شرق المتوسط محذرا كذلك اليونان من مواجهة عزلة شديدة في حال عدم منحها علاقات الجوار حقها وسلوكها طرقا وصفها بالخاطئة كذلك جاء إعلان اليونان عن خطط لتعزيز قدراتها العسكرية تشمل شراء مقاتلات من فرنسا وتجنيد 15 ألف جندي إضافي ليضيف صورة أخرى للنزاع في البحر المتوسط إذ أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس أن أثنى ستشتري 18 مقاتلة من نوع رافال الفرنسية وأربع فرقاطات متعددة الأغراض وأربع طائرات هولوكوبتر تابعة للبحرية كما ستضخ الموارد للاستثمار في صناعة الأسلحة الوطنية نهيك عن تأمين أسلحة جديدة مضادة للدبابات وتوربيدات بحرية وسواريخ للقوات الجوية ترجمة نانسي قنقر